المتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقالت سعادة الوزيرة أنه في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية فقد تكمكنت الوزارة من تطوير 28 خدمة إسكانية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي وزير الداخلية وأفادت الوزيرة أن الخدمات الإسكانية المطورة تتضمن 16 خدمة تم تطويرها في قطاع شؤون الخدمات الإسكانية بالإضافة إلى ثلاث خدمات مطورة في قطاع الشؤون الهندسية وتسع خدمات يقدمها بنك الإسكان للمراجعين ونوهت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن الوزارة عملت على تطوير موقعها الإلكتروني وتجربة العميل في جميع الخدمات الرقمية وتقليص المستندات للخدمات ضمن اتفاقية مستوى الخدمة وأشارت الوزيرة إلى أن خدمة تقديم طلب الانتفاع من التمويلات الإسكانية تسهيل تضمنت تقليص عدد الخطوات إلى أربع خطوات فقط وخفض عدد المستندات المطلوبة من 16 مستندا إلى 7 مستندات كما شهد تطوير خدمة حق التصرف بعد التحول الإلكتروني تقليص عدد المستندات إلى أربعة مستندات بينما كانت سابقا تتطلب 13 مستندا كما أطلقت الوزارة خدمة الصيانة عبر موقعها الإلكتروني حيث ساهمت هذه الخدمة في تقليص اتفاقية مستوى الخدمة من 10 أيام عمل إلى 5 أيام وتقديمها بشكل الإلكتروني بنسبة 100% بعد أن كانت ورقية بالكامل وأشارت الوزير الرميحي إلى أن الوزارة أطلقت خدمة الاستعلام عن العقارات المستملكة الواقعة في مشروع تطوير مدينة المحرق وذلك ضمن خطة تطوير مدينة المحرق وهي خدمة جديدة لم تكن متاحة في السابق وذكرت الوزيرة بأن جوانب التطوير شملت أيضا تنفيذ الربط الإلكتروني مع 10 جهات حكومية ضمن منظومة إلكترونية متكاملة ترجمة نانسي قنقر